ذكر سكان المحليون باندلاع اشتباكات عنيفة قرب مركز العاصمة الليبية طرابلس فيما تتقدم قوات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر وقال مساعد رئيس أركان الجيش الليبي سرادل جبري أن قواته حققت مكاسبة في منطقة صلاح الدين على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة فيما أفادت مصادر محلية أن القتال يجري بطول طريق استراتيجي يربط العاصمة بمطارها الدولي وكان المشير حفتر قد وعد بالعفو عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم لقواته والتي تخوض منذ أسابيع حربا مع قوات حكومة فايز السراج وذلك للسيطرة على العاصمة طرابلس